تعالوا بقى نتكلم شوية عن الصحافة العالمية وأهم المنشتات المتعلقة بالرياضة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية وده اللي حنعملوا دلوقتي حالاً لما نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا وزملتنا العزيزة مريم سميح اللي بالمناسبة حيكون لها اللقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورا مريم صباح الفل عليكي صباح لنا على الأستاذ أيمن وخشي بقى وتقول لي علينا بمنشتاتك اللافتة للأنظار تفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك طبعاً أكيد بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وعايز أقول لك يعني مليون حمد الله على سلامتك نوارت الدنيا كلها نوارت بردامك عشر صبح في الأهلي النهاردة طبعاً يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع يلا كورا هيكون معنا عدة عنوين هنتناقش فيها طبعاً زي ما انت قلت يا كريم بالضبط مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورا البداية هكون معنا من موقع اليوم السابع موسيماني يضع روتوشة الأخيرة على خطة الأهلي لمواجهة التلاقع بالسوبر الليلة ومن صحيفة الشرق الأوسط تشيلسي يحسم ديربي العاصمة أمام توتنام بثلاثية ويزاحم ليفر بول على الصدارة ومن موقع يلا كورا إيكارد ياكود بارسان جرمان لفوز انقاتل أمام ليون بالدوري الفرنسي ومن روسيا اليوم بوشيتينو يكشف عن حديثه مع ميسي بعد ظهوره غضبا أثناء خروجه من الملعب طبعا هنتناقش في كل هذه العنوين معضفنا اللي دايما بينوارنا ويشرفنا أيمن جلبرتو صباح الفل عليك يا أيمن مشرفنا منوارنا على الشاشة القناة النادي الأهلي طبعا بدايتنا يعني عايزين نتكلم شوية عن الأهلي يمكن النهاردة هتكون آخر استعدادات الفريق طبعا في معسكر المغلق في الإسكندرية مواجهة الطلاقع غدا طبعا في مباراة السوبر اللي كل بينتظرها الحقيقة يعني الخبر تضمن أنه هناك جانب المران بيتعلق بركلات الترجيح يعني انت شايفي أمن هل ممكن نحن نوصل لها سيناريو المباراة ولا الأهلي ممكن أنه يحسن المباراة من البداية طبعا بنرحب بقناة النادي الأهلي في اللا كورا ونصبح على كريم في الستوديو بالتأكيد المباراة أكيد هتبقى صعبة مباراة واحدة وانشوت كده هتتأخذ على طول ركلات الجزاء من الأمور اللي ممكن تحسن المباراة طبعا فاكرين لنهائي الكاس اللي على أساسه بتلاعب السوبر المراضي حسن أصلا بركلات الترجيح وكان أمام طلاقة الجيش المدير الفني لازم يبقى عامل حسابه لكل السيناريوهات اللي في المباراة وركلات الجزاء السيناريو منهم والأهلي يقدر كمان يعني حتى السوبر وكان كاس العلم للأندية دي مباراة يقدر أنه يحسنها بركلات الترجيح وبالتالي هي بتبقى عامل مهم أن كل اللعيبة لازم تبقى جاهزة وحارس المرمة لازم يبقى جاهز المباراة هتبقى صعبة لسه فهنقول المفروض هنقول نحنا في بداية سيزن رغم أن هذه المباراة تخص السيزن الماضي ولكن هي في بداية السيزن الراحة ما كانتش كبيرة قوي للعيب الأهلي راحات متفاوتة في لعيبة لسه راجعة من أعراض ممكن يكونوا خدوا راحات أكبر في لعيبة محترفة زي مكسوني مثلا كان خلص في بلده وراح لعب بعد كده عفوا خلص مع نديب أكيد راح لعب في بلده التوقف الدولي فالأمور يعني فيها تفاوت ولكن الأيام دي أكيد الجهاز الفني قدر أنه هو يصحح بعض الأخطاء اللي كان الموسمين يتكلم عنها في ختام الموسم الماضي أكيد كل لعب عايزي بقى بدايته قدام الجماهير في الموسم الجديد تبقى بشكل مختلف تعويض طبعا أن النادي الأهلي أنهى الموسم بخسارة لقب الدوري وبالتالي مباراة السوبر هي يعني هنقول هي افتتحية الموسم فالفوز بيها أكيد بيدي خطوة للأمام بيدي دفعة للأمام كمان بيخلي الجهاز الفني يشتغل واللعيبة تشتغل وهي أكثر هدوءا وطمأنينها تمام عايزين بقى يعني ننتقل يمكن لتشيلسي يعني هو أصبح هو بيعتلي صدارة ترتيب الدوري ده طبعا بعد الفوز على توتنام بثلاثية وكمان بعدما هز يعني كريستيانو ورونالدو للشباك مجددا وفوز منشاستر وينايتد على وستهام بنتيجة 2-1 يمكن كمان فيه مواصلة لليستر طبعا يعني سقوط متكرر ومخيب للأمال أمام برايتن يعني يمكن شايف الصراع ازاي طبعا دور الإنجليزي زي العادة كل سنة الأمور تبقى أقوى الصراع شارس جدا الموسم الحالي كمان نتكلم تشيلسي ومانشستر وليفر بول التلاتة ماشيين بشكل جاي جدا على مستوى النتائج زي نقول كالصدارة السلسية لحد الوقت محدش قدر ينفرد طبعا سيناريو مباراة منشاستر وينايتد كان مسير جدا منشاستناريتي كان بيطالب ركلتين جزائي كريستيانو رونالدو بعد ما هو نفسه سجل طبعا هدف التعادل كان أمام وستام والحاكم ما بيحسبهمش ولينجرت كان جاب هدف التقدم واثنين واحد وفي الدقائق اللي خلاص السواني الأخيرة من المباراة الحاكم بيرجع للفار وركلت جزائي صحيح طبعا ما في الماء ولكن كان فيه اعتراضات كريستيانو كان ليه ركلتين جزائي ما تحسبوش دي كانت أثارة الجدل اللاعب البديل أو قائد الفريقي بينزل مخصوص عشان يسدد ركلت الجزاء دي خيه هو أصلا يعني مش من الحراس اللي ناس تتكلم هو بيتصدى ركلتين جزاء بيتصدى لها في السواني الأخيرة وبيأمن الصدارة لمانشستر نايتد فطبعا ده لقاء مسير جدا يمكن على الجانبها الأخر تشيلسي بيواصل عروضه القوية ويعني بطل أوروبا النهاردة بيكتسح توتنام في ملعبه في ديربي لندن فطبعا دي نتائج كلها مسيرة جدا معا أن ليفر بول بيحافظ على نتائجه وتقدمه بمساعدة طبعا نجمنا محمد صلاح فأكيد هنشوف صراع استثنائي يمكن لستر طبعا احنا عتدنا على لستر في السنوات الأخيرة أنه على طول موجود في الطفور ولكن الأمور السنوات دي ممكن تبقى صعبة جدا لأن حتى فرق كبيرة نتكلم فرقة زي أرسنل لحد دلوقتي مش قادرة تنافس بقوة مع المجموعة اللي موجودة لكن في الدور الإنجليزي بنقول دايما أنه هو متقلب يعني ممكن أسبوع واثنين النتائج تتغير فجأة تلاقي فرق موجودة في الصورة وفرق تانية هيا اللي تراجعت فخلينا قدينا بنستمتع وإن شاء الله أهم حاجة أن نجمنا محمد صلاح يقدم مسيرة كويسة ويواصل أهداف وينافس علاقة بالهداف وكمان ينافس على الدوري وكلنا بنستمتع وفخورين جدا بمحمد صلاحيان تكيد طبعا نعزين بقى ننتقل دلوقتي للدوري الفرنسي طبعا يعني زي ما كلنا شفنا يمكن باريس سان جرمان هنتكلم على عنوانين نتكلم على مستي بس خلي موضوع مستي في الآخر عايزين نتكلم على طبعا باريس سان جرمان يمكن رفع رصيده إلى 18 نقطة برضو أصبح في المركز الأول يعني ده طبعا بعد الفوز على اليوم بنتيجة اتنين واحد طبعا المباراة مهمة جدا من المباراة القوية في فرنسا باريس سان جرمان وليون ويمكن خلاص حين دلوقتي الشارع المصري بقى بيتابع باريس سان جرمان والدوري الفرنسي بشكل كبير حتى الأهاوي ممكن تبقي وانت مع الدية تلاقي الأهاوي وشغالة باريس سان جرمان وشخاطر لين المسي وطبعا نمار ومبابيه فالمباراة صعبة الفوز قاتل الكل دايما في ضغط كبير جدا على باريس سان جرمان والكل يعني بيبقى دايما متوقع ان الفرقة هتنزل تكتسح وده طبعا في الكورة مش هيبقى موجود على طول حتى لو الفريق بيضم هذا الكم من النجوم لان برضو قدامك فرق بتكافح وفرق بتحاول ومن الوارد ان النجوم بتاعتك ما تبقاش يستغلوا ويقدر يسجل فباريس سان جرمان يعني عليه ضغوط كبيرة جدا فأكيد الادارة لازم تقاموا استوعبة ان لازم المنظومة بالكامل ازاي تقدر ان هي في الدوري تبقى ماشية بشكل جيد واساسا الهدف الرئيسي بالنسبة لباريس سان جرمان هو دوري عبطال اوروبا لان في وجود ميسي ونمار ومبابيه ولما راموس يرجع وفينالدوم يعني في وجود والدوناروما كل الكوكبة دي الناس متوقعن هم هينزلوا يكسبوا كل حاجة فأكيد هو الصراع برضو من نوع لطيف الدوري الفرنسي هنشوفه هنتابعه مباراة مباراة ولكن الطبيعي ان زي ما قلنا باريس سان جرمان يكسب ولكن الامور مش دايما هتبقى باكتساح ولكن أكيد هيبقى فيه شوية معاناية يمكن خلال نتكلم عن اللقطة الأبرز يعني خلال أمس ويمكن يمكن كل السوشيال ميديا تكلمت عن اللقطة دي يعني الصراع اللي حصل ما بين مستي طبعا وبوشتينو علشان التبديل في الشوت التاني يمكن الناس شايفة انه بدري قوي على ان مستي يدخل في صراعة زي ده وفيه ناس شايفة برضو انه هو يستحق التبديل لانه في الشوت التاني يمكن ما كانش بنفس الأداء اللي قدمه في الشوت طبعا اللقطة هي اللقطة الأبرز في الأسبوع عمتا في أوروبا مش بس في الدوري الفرنسي قرار استبدال مستي دايما لازم يبقى مدروس جدا ولازم يعني بيبقى زي ما كيف الشديد القوي لو نرجع سريعا بالزاكرة كان فيه فترة زيدان كان بيقدر يتعامل جيدا مع فكرة ان هو بيخرج كريستيانو رونالدو أو بيريحه في بعض المباريات ولكن كاننا دايما عارفين ان ده باتفاقات مسبقة عشان خاطر كريستيانو لازم يريح وياخد قدر معامل الراحة لان طبعا السن ده أمر طبيعي جدا نفس الأمر ميسي من الواضح ان لسه ما وصلش للمرحلة ان يبقى فيه كلام مع ان لأ انت ممكن مش شرط كل الماتشاة تاخدها 90 دقيقة المدرب نفسه وبرر الامر قال ان عندي مباريات قوية جاية سواء في دور الأبطال او حتى في الدور الفرنسي وبالتالي هو استبداله الميسي كان جزء ان هو بيحافظ عليه من الاصابات لان كمان ميسي راجع من رحلة طويلة مع المنتخب الارجنتيني في تصفيات كوبا امريكا وعامل السن كمان النتيجة ما كانتش مساعدة ولكن طبعا ميسي اكيد لسه هو حابب ان هو يفضل موجود لان ميسي عايز يسجل اول اهداف مع باريس سان جرمان عايز يثبت ان تجربة باريس سان جرمان تجربة مختلفة وتجربة نجاحة لان برضو كل الناس مركزة ميسي ما بعد برشلونة هيبقى عامل ازاي يعني اعتقد صدام مبكر طبعا هو مسلمش على الرجل وده طبعا موضوع صعب شوية لكن الاكيد المدير الفني لازم يمتص الامر ولازم الادارة تمتص الامر لان ده يونيل ميسي وبالتالي قد يكون في الايام المقبلة ممكن نشوف ان باريس سان جرمان بقى مدرب جديد لو حصل يعني تكرر نفس الامر ميسي او مع نمار او مع مبابي فممكن نشوف مدرب تاني لان دايما الكلام في فرنسا ان بوكوتينيوم مش على نفس المستوى لفريق بحجم باريس سان جرمان عنده هذا الكم من النجوم خلينا نتفرج ونستمتع نورتنا وشرفتنا امان بشكرك جدا على هذا التحليل المتكامل لكل العنوين اللي كانت معنا النهار ده طبعا كان حوارنا وكانت كمان جولتنا الصحفية لهذا اليوم من داخل موقع يلا كورة بشكرك جدا كريم الكلمة ليك مرة اخرى شكرا جزيلا زمانتنا العزيزة ماريم سميح والحقيقة دايما لقاءتك مع روسيزة ايمن جلبرت ولقاءات شيقة وممتعة وفيها كتير جدا من المعلومات اللطيفة جزيلا شكر لكم